رحلة الدراسة والبحث في مناطق الجبل الأخضر كانت ممتعة فريق الأخبار مع الباحثين والأكاديمين منذ الصباح خطوة بخطوة فالعمل الميداني في المجال البيئي له إحساس خاص هنا أشجار البوتي والعلعلان والسدر والعتم وهناك النباتات والحيوانات البرية الطيور المستوطنة والمهاجرة جميعها كانت محطة اهتمام هؤلاء الباحثين والأكاديميين يزخر هذا الجبل بأنواع عديدة من النباتات والحياة البرية التي يجب الحفاظ عليها وللأسف بعض النباتات وبعض الحياة البرية تتعرض لسوء الاستخدام كما تشاهدون الكثير من القطع على هذه النباتات التي يتميز بها الجبل الأخضر دراسة ميدانية على أرض الواقع شملت جمع البيانات والصور والرصد البيئي للتنوع البيولوجي في هذه البيئة الخصبة للدراسة والاستكشاف البيئي نقوم بدراسة الغطاء النباتي في القبل الأخضر نفس الشيء نتعاون مع نقوم بتدريب شباب من المركز الوطني للبحث الميداني حتى يكون شباب مؤهلين وقادرين على أنهم يقوم بالعمل الميداني مستقبلا مشاركتي هنا كعمل تطوعي نعمل أبحاث ميدانية طبعا الأبحاث الميدانية أهميتها لا تقتصر عن أي أهمية أخرى بحيث أن نحافظ ونصنها هذه البيئة الفطرية يعكف هذا الفريق العلمي على جمع وتحليل عدد من المتغيرات في كل موقع من مواقع الجبل الأقضر مع الأخذ بالاعتبار نوع البيئة والارتفاع والتربة بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة على البيئة لجمع الحطب وطعام الماشية واستخدام أخشاب الصنوبر هذه الدراسة التي تقرأ الآن بين المركز الوطني للبحث الميداني ووزارة البيئة بالتأكيد فوائدها لوضع الخطط المستقبلية من أجل حماية هذه الموارد الطبيعية الموجودة بالمحمية والتنوع الحياي وتأتي هذه الدراسة من منطلق أن الغطاء النباتي في منطقة الجبل الأخضر قد تعرض لبعض التأثيرات السلبية سواء كانت طبيعية أو بشرية مما أدى أيضا إلى تعرض بعض الأشجار المعمرة والنباتات الفطرية في هذه المنطقة إلى خطر الانقراض يعقوب خلفان دابي من نيابة الجبل الأخضر بولاية نزوة محافظة الداخلية